نها ما لا يستبعد زياطة الضرائب عقب تشكيل الحكومة النمساوية النمسا تواجه انكماشاً اقتصادياً للربع السادس على التوالي ارتفاع أعداد الطلاب والمعلمين في النمسا بسبب الهجرة حكومة فيينات تطالب 18 ألف مستفيد بإعادة مكافأة الطاقة فيينات تتراجع للمركز الثاني في تصنيف جودة الحياة 2024 والنمسا تشهد أمطار متجمدة وعواصف تلجية بداية من الجمعة السلام عليكم وإليكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا ليوم الأربعاء الرابع من ديسمبر 2024 أعلن المستشار النمساوي كار نيهامر زعيم حزب الشعب أنه لا يستبعد زيادة الضرائب لمواجهة العجز في ميزانية الدولة وقال إنه يجري حالياً مفاوضات مع زعمائي الحزب حزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب النمسا الجديد لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع وجود خلافات حول قضايا الضرائب والميزانية وأكد نيهامر ضرورة مراجعة النفقات لاكتشاف إمكانيات التوفير من جهته شدد أندرياس بابلر زعيم الحزب الاشتراكي على أن توحيد الميزانية يتطلب خفض النفقات ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بحلول الثاني عشر من ديسمبر لتوضيح النقاط المتفق عليها والمعلقة أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية عن استمرار التراجع في الرفاهية الاقتصادية في النمسا على مدى السنوات الخمس الماضية مع انكماش الاقتصادي للربع السادس على التوالي وسجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي حيث تأثر القطاع الصناعي بشكل كبير مسجلا تراجعا بنسبة 3.7% بينما سجلت قطاعات الخدمات والبناء والتجارة انخفاضات واضحة وفي السياق ذاته تراجعت الواردات والصادرات بنسبة 9.8% و4.4% على التوالي كما استقر معدل التضخم عند 1.9% في نوفمبر مع توقعات بارتفاعه من جانبه انتقد حزب النيوس الوضع داعيا لإصلاحات عاجلة أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع أعداد الطلاب والمعلمين في النمسا خلال العام الدراسي 2024 حيث بلغ عدد الطلاب 1.172.406 بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالعام السابق وتصدرت المدارس الابتدائية الزيادة احتلتها المدارس المتوسطة والمدارس المهنية العلية كما سجلت المدارس الابتدائية زيادة ملحوظة بلغت 12.6% مقارنة بالعام 2013 فيما يعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى الطلاب من ذوي الجنسيات غير النمساوية وارتفع بذلك عدد المعلمين بنسبة 1.8% ليصل إلى 126.649 معلما مع تزايد أعداد النساء في هذا القطاع في المقابل شهدت بعض المدارس المهنية تراجعا في الأعداد على المدى العقد الماضي قررت مدينة فيينا مطالبة 17.900 حالة بإعادة الدفعات التي حصلوا عليها من مكافأة الطاقة في عامي 2022 و2023 للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وبعد مراجعة دقيقة تبين أن 1.3% من الطلبات تجاوزت الحد الأقصى للدخل المسموح به وسترسل رسائل المعنيين تطالبهم بإرجاع 200 يورو إذا كانت المخالفة تخص سنة واحدة أو 400 يورو إذا شملت السنتين وفي العامين الماضيين أنفقت المدينة حوالي 265 مليون يورو على المكافأة ومن المتوقع أن توقفها في العام المقبل مع العمل على حلول أكثر استدامة تراجعت فيينا إلى المرتبة الثانية في تصنيف جودة الحياة لعام 2024 لشركة ميرسر للاستشارات الذي يقيم المدن الأكثر ملائمة للعيش بالنسبة للمغتربين الدوليين وأتت فيينا بعد زيورخ التي تصدرت القائمة لأول مرة وأشار التقرير إلى أن التراجع في تصنيف فيينا يعود إلى انخفاض توفر العقارات المؤجرة المناسبة للمغتربين ورغم احتفاظها بمزايا في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية تصدرت زيورخ التصنيف بفضل خدماتها العامة الممتازة وانخفاض معدلات الجريمة بينما جاءت جينيف وكوبنهاكين في المراتب الثالثة والرابعة ولا تزال فيينا تحتفظ بمكانة متقدمة رغم تراجعها في التقييم وإلى الطقس حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية بتقلبات جوية شديدة في النمسا بدءا من يوم الجمعة حيث ستؤثر اضطرابات جوية قوية على البلاد تشمل أمطار متجمدة وعواصف شديدة وستشهد مناطق شمالي وشرق النمسا أمطار متجمدة صباح الجمعة ما قد يسبب انزلاقات وحوادث مرورية ويوم السبت ستصل عواصف شديدة إلى النمسا مع رياح عاتية بينما ستشهد فيينا تساقط الثلوج يوم الأحد مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وبذلك ينصح الخبراء السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأمطار المتجمدة والثلوج المحتملة في الأيام القادمة بإذن الله كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ومشاهدين أذكركم أيضا بضرورة متابعة موقع infograd.com كنت معكم أنا أدهم الليجي أطيب الأوقات إلى اللقاء اشتركوا في القناة